اهلا وسهلا بكم اعزائنا مستمعي راديو صوت الساقية انا معكم محمد رجب في حلقة جديدة من برنامجكم في حدائق الاذب اعزائنا المستمعين اردت ان اصطحبكم معي للتنقل في حدائق اذبنا العربي الامر الذي ربما دعاكم لتسألوا هذا السؤال ومن يهتم بالاذب وحدائقه الان وحقيقة ومن اجل هذا السؤال بالتحديد فقد قررت ان اترك زخم الموقف السياسي لاتجول معكم في حدائق اذبنا العربي بشعره وقصته القصيرة وروايته ومسرحه لعلنا نجد ما نهدئ به اعصابنا ونريح به ارواحنا ذلك لما للاذب من شعر وقصة ورواية ومسرح من اثر في نفوس القراء والمستمعين فمع الادب سنحلق في عوالم لا تعرف غير لغة المشاعر والاحاسيس لغة الكلمات وما تحمله من معاني تسم بالنفس والروح وترسم لوحات كلماتية يعجز الرسام ان يضعها على لوحاته بفرشاته والوانه او النحات بادواته وصخوره انها الكلمات اعزائنا المستمعين تلك الادوات التي نستعملها كل لحظة من لحظات حياتنا الا ان اناسا منا برعوا في ان يجعلوا منها سحرا يخلب الالباب وتأنس الروح بقراءتها والاستماع اليها اعزائنا المستمعين تجولنا معا في حلقتنا الماضية مع الارهاصات الاولى لظهور الادب المصرحي في ادبنا العربي اما في حلقتنا اليوم فنقدم بشيء من الاستفادة حول تطور الفن المصرحي في الادب العربي وصولا الى مسرحنا المعاصر اجمع دارس التاريخ المصرح العربي على ان اول نص وضع ليكون مسرحية تمثل على مسرح هو نص مسرحية البخيل لمارون نقاش عام 1847 ومثلها افراد اسرته في مسرح اقامه امام بيته ويرى بعض النقاد انه الفها تأليفا كاملا بعد ان اطلع على مسرحية مولير فتردد صداها في مسرحيته وظهر ابو خليل القباني الثاني كتاب المصرحية العربية في دمشق وكان الرجل ذا معرفة باصول الموسيقى والغناء العربي فكتب مسرحياته لتغنى على المصرح فكان بذلك رائد المصرحية الغنائية التي ناسبت الذوق العربي في وقتها وقد لجأ القباني الى الموروث القصصي في الف ليلة وليلة يصوغ منه مسرحياته ويحشد فيها المواقف الغنائية ويعتبره بعض النقاد رائدا للتأصيل في المصرحية العربية والابتعاد بها عن التأثر بالمصرح الغربي الذي صبغ مسرحيات مارون النقاش ومن مسرحيات القباني والتي كانت تهدف الى التسلية والامتاع ولم تخل من اتجاهات معضية مسرحيات ناكر الجميل وهارون الرشيد مع الامير غانم وقوت القلوب اما ثالث رواد المصرحية العربية فكان المؤلف المصرحي المصري يعقوب صنوع ويرى النقاد ان يعقوب صنوع قد خطى بالمصرحية العربية خطوة جبارة خلصتها من فكرة الهدف الاخلاقي الطاغي على مجمل الاحداث ووضعتها في اطار العمل الواقعي الاجتماعي الناقد المتصدي لقضايا الظلم الاجتماعي وقد هاجم يعقوب صنوع في مسرحياته عقدة التشبه بالاوروبيين التي استشرت بين ابناء الطبقتين العليا والمتوسطة وهاجم الجهل والجمود كما هاجم طبقة الاداريين المرتشين وكانت اللغة العامية المصرية التي يتحدثها الناس في حياتهم اليومية هي لغة مسرحيات يعقوب صنوع ويذكر دارس الأذب المسرحي العربي أن يعقوب صنوع قد ألف 32 مسرحية تراوحت بين ذات الفصل الواحد وذات الفصول الخمسة ومن أشهر مسرحياته العليل حلوان والأميرة الإسكندرانية أعزائنا المستمعين كانت مسرحيات أحمد شوقي الشعرية علامة بارزة في تاريخ المسرح العربي بما أحدثته من نقلة هائلة للمسرحية الشعرية وقد عاد أحمد شوقي لكتابة المسرحية بعد انقطاع طويل منذ أن كتب مسرحيته الأولى علي بيك الكبير عام 1893 وهو لا يزال طالبا في فرنسا عاد فكتب مسرحيته مسرع كليوباترا عام 1927 وقد دارت معظم مسرحيات شوقي في فلك التاريخ فكتب مسرع كليوباترا وقنبيز من التاريخ الفرعوني ومجنون ليلى وعنطرة من التاريخ العربي وعلي بيك الكبير من التاريخ التركي ويرى كثير من النقاد أن مسرحيات شوقي لها نصيب وافر في الشاعرية انتقص من نصيبها في حرفية التأليف المسرحي ويقر هؤلاء النقاد بأن هذه المسرحيات قد وضعت اللبنة الأولى لاستخدام الشعر الرصين لغة للمسرحية العربية وبقيت منارا اهتذا به جملة من الشعراء في التأليف المسرحي الشعري وأبرز هؤلاء الشعراء كان عزيز أباضة وعلي أحمد با كثير ولئن كان شوقي في هذه الفترة علم التأليف المسرحي الشعري فقد ظهر توفيق الحكيم علما في التأليف المسرحي النثري أكثر نطقا وأوضح رؤية عما كانت عليه مسرحياته في بداية العشرينيات فكتب في هذه الفترة وحتى النصف الأول من الخمسينيات مسرحياته المسماه مصرح المجتمع والمجموعة الأخرى المسماه المصرح الذهني وقد ركز في مسرحياته الاجتماعية على المشكلات والقضايا التي كان يعاني منها المجتمع المصري يومها وأما مسرحياته الذهنية فكانت تعالج موضوعات فكرية فلسفية تقوم على حوار يعنى بالأفكار لا الشخصيات في لغة فصيحة قريبة من العامية أعزاء المستمعين لقد أنتجت ثورة 1952 جيلا جديدا من الكتاب المصرحيين ويجمع النقاد على أن مسرحية الناس اللي تحت لنعمان عشور والتي عرضت في عام 1965 تعتبر بداية مرحلة جديدة في تاريخ التأليف المصرحي العربي إذ إنها استبدلت باللغة الفصيحة اللغة العامية وبالحوار الذهني الخالص الحوار الواقعي العفوي وبالشخصيات المستدعات من متحف التاريخ شخصيات عادية مما يصادفه الناس في الطريق العام وبالعقدة الدرامية التقليلية المشكلة الاجتماعية المأخوذة مباشرة من ظروف الحياة العادية لعامة الناس وعلى أيدي هذا الجيل عبرت المصرحية من المرحلة الكلاسية إلى المرحلة الواقعية وكان من رواد هذه المرحلة إلى جانب نعمان عشور كل من سعد الدين وهبة وألفرد فرق ويوسف إدريس ورشاد رشدي ولطف الخولي وآخرون برز في التأليف المصرحي في الستينيات اتجاه جديد اتخذ من شعر التفعيلة لغة للتأليف المصرحي ومن موضوعات الثورة والرفض أساساً للمغزى والفكرة المصرحية ومثل هذا الاتجاه الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي والشاعر صلاح عبد الصبور ومن ملامح هذا الاتجاه في التأليف المصرحي التحام الصياغة الشعرية بالبناء الدرامي للنص ويعتبر بعض النقاد مسرحيات صلاح عبد الصبور مرحلة بذاتها في تاريخ المصرحية العربية وذلك لما تمثل في هذه المصرحيات من قدرة فائقة في التغلب على إشكالية المزاوجة بين الدراما والشعر وإشكالية الصراع حول موسيقى الشعر بين أنصار الشعر العمودي وأنصار شعر التفعيلة حيث قدم من خلال هذا الشكل مصطلح على تسميته بالمصرحية المشكلة والمصرحية ذات الفصل الواحد والمصرحية متعددة النهايات والمصرحية المستمدة من التاريخ والمستمدة من الواقع على حد سواء ومن أعلام الكتابة المصرحية في هذا الشكل سليمان العيسى وفاروق جويدة وغيرهما هذا وقد أعقب هذه الفترة في تاريخ المصرحية العربية مرحلة التأثر المباشر بألوان التأليف المصرحي الأوروبي فظهرت المصرحية الملحمية مثل مصرحية آه يا ليلي يا أمر لنجيب سرور وبلدي يا بلدي لرشاد رشدي ثم ظهرت المصرحية العبثية ومصرحية اللامعقول ومثل ذلك مصرحيات يا طالع الشجرة لتوفيق الحكيم والفرفير ليوسف إدريس والمهزلة الأرضية لمخايل رومان وقد بدأت هذه المصرحيات بترجمات للرواد الأوروبيين لهذه المدارس من أمثال بريخت في المصرح الملحمي وألبير كامي وبكت ويونسكو في مصرح العبث واللامعقول وقد أثارت مصرحيات العبث واللامعقول جدلاً واسعاً بين نقاد المصرحية العربية بين مؤيد لاتجاه التقليد هذا باعتباره يمثل إثراءاً وسقلاً للمصرحية العربية ومعارض يرى أن هذه ظواهر وإفرازات للحضارة الغربية غير معني بها المصرح خارج هذه الحضارة ولا سياماً المصرح العربي المعني بمشكلات مجتمع مختلف يقوم على أسس اجتماعية متماسكة لا فردية كالتي تفرز مثل هذه الظواهر في المجتمع الأوروبي والمصرحية العربية اليوم في غالبها فكاهية تكتب لتعرض على مسارح تجارية تهدف إلى جذب الجمهور عن طريق الإضحاك المبتذل القائم على النكتة اللفظية أو الحركات المبالغ فيها والخارجة عن المألوف أو الإشارات الجارحة للحياء أحياناً ولذلك فإن هذه المصرحيات في معظمها تعاني من تفكك البناء الدرامي وسطحية المعالجة وضعف بناء الشخصيات ويحاول الكتاب في هذه المصرحيات أن يبرزوا أهدافاً أخلاقية سامية وأن يتبنوا قيماً نبيلة في محاولة لمعادلة الإسفاف الذي يريده الجمهور حسب زعمهم غير أن ذلك يبدو مقصوراً قصراً على البناء الدرامي وغالباً ما يتم في خطابية ومباشرة وبطبيعة الحال لا تخلو ساحة الكتابة المصرحية الحالية من أعمال كوميدية هادفة تتوافر لها عناصر النضغ الفني ولكنها قليلة نسبياً كما أنه لا تزال تكتب المصرحية التجريبية التي تتمثل المدارس المصرحية العالمية الحديثة وتقدم في مسارح خاصة لعرض هذه الأعمال كمسارح الجمعيات المصرحية والمسارح الأكاديمية ولا يزال هناك كتاب مهتمون بالبحث عن شكل المصرحية العربية المثالية وإلى هنا أصدقاءنا المستمعين وفي نهاية حلقتنا من برنامجكم في حدائق الأذب نتمنى أن نكون قد وفقنا في أن نصطحبكم معنا على مدار حلقتين في حديقة الفن المصرحي في أدبنا العربي وعلى وعد بلقاء جديد في حديقة أخرى من حدائق أدبنا العربي كان معكم محمد رجب معداً ومقدماً وتحيات أسرة البرنامج وراديو صوت الساقية وإلى لقاء